السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم تحوي ستانة ستكون في حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة الغنية على باري بدي كامل تعرفوا الحامة من كائن اللي جام يرحلها وكائن اللي مصغر ماذا تشدخلها أعلق الحديقة جاية في قلب الجزائر العاصمة كما قلت لكم اللي حاب يروح ليها سهلة كاللوكاليزازيون تحى في جوجل سينو كائن تخصبحت لها يسق سيباك لدي العاصمة يدو حتى الحامة نقدر نقوله على حديقة التجارب هي متحف طبيعي لما تحتوي عليه من نباتات وأشجار فيها أنواع وأشكال مختلفة وعليس سموها حديقة التجارب على خاطرش في وقت الاستعمال الفرنسي كانوا الفرنسيين يجيبوا بزاف نباتات من عدة دول إفريقية ويسيوا يغرسوها هنا يعني يجربوه هنا وكانت اللي تنجح يباتوها الأوروبا يعني النباتات والورود والأشجار اللي كاين في أوروبا كاين منهم اللي هنا نجحت تجربة تهم في هات الحديقة على الحامة كيما أراد نشوفو المونيمو مقام الشاهد له قريب ليها والمتحف الوطنين الفنون الجميلة يعني دي يحب يجي يدير تحويسه هنا يقدر يدرجوش تحويسه أو ثلاثة تحويسه في نهار واحد بلا ما ننساو حديقة التجارب هاته ما فيهاش غير كوتيت على الناباتات ولت على الغابة فيها حتى حديقة الحيوانات الدخل عليها بخمستاش نالف وداري صغار كامل باطل ومن بعد ذا تزيد ودخلصوه تدخلو حديقة الحيوانات ثاني حديقة الحيوانات كاين كوتيت على الحيوانات المفترسة كما السباع والنمر والضباع تعالو تعالب ماشي مفترسة بزا رهم الكوتيت على الحيوانات الأخرين وين كاين الجمل والعود والزرافة وكان كاين تمسح نحاوهدوكا داروا في بلاستو الفلامينجو في هذه البحيرة داروا فلامينجو وكان كوتيت فيه غير الطيور وكان انلاك فيه الطيور وكان كوتيت فيه اكواريوم وفيه الحوت بيانسوخ كامل انواع الحوت وكان واحد الفوارة هكذا تاني وانت تصويروا التمامة وفيها الحوت تاني شباب وشنو متخلوش باركوولادكم يتصويروا الفوقة فيها خاتي شوفوكم دي كاميرا يجو يخرجوكم ان بلاس مشارع على هاجيتا يجو يخرجوكم ولا زيانة الحزق التي تزول على الوضع كيفية اردتها كيف تزول لكم على السرطة الأوضع هي الشواء التي يتم إخبارها الذين يدخلوا للإعطاء و تعطاءة و تعطاءة لا تتوقع لهم ما منوحة لهم لا يتوقع لهم لا توقع لهم اذا احد المقدار خبز أو أمام المهم منوحة لهم كيان تانيت واحد جردان صغير ورفيه السلاحف دفوا نلقى السلاحف هاته كنا ايضا نسبوعه ماشينا ايضا انا حديقة الحيوانات الهمة شخصيا نحبها من كياني ضد الحيوانات كي نحبسوهم بس كربي خلقهم في الطابعة ما دفوا نحبو نشوفوهم بقدامنا ايضا كيان حاجة بارك اللي ديران جيني هي الوضغ شوية الريحة في فيحة تلو كان يسجموها مالباليش نقولهم وليديرو كشبكو دفي تنقش شوية الريحة هنا الكوتيتا عن نعامة نعامة هادية ما تخلوش ولا تكم ولا نتوما ولا تغفلو على كشبيبي ولا يدخل يدو ولا يقرب لها بس كتخرج جرسها وتنقب واذا نقبتك شو واحد بعد الشر راح تعينو ولا راح وجهوه هنا انا من الكوتيتا اسبوعه من ظهرنا ملقيناهم شوية فاطنين مولفين نلقوهم كامل راقدين وبعد ما نشوفوهمش كامل الاخترارة هم فاطنين عندنا ظهر نعود ونقولو نحكو شوي على تاريخ هذه الحديقة نتقفو شوي لغ هاد الحديقة فيها الفين وخمسمائة نوع من الاشجار والنباتات والعمر التاحى مئات سينين فيها خمسة وعشرين الف نوع من اشجار الناخل فيها دو تيب تالحدى اقزوج انواع واحدة جاية مخدومة على الطابع الفرنسي الكلاسيكي واحدة مخدومة بالطابع البريطاني فيها المتحف الوطني للفن الجميلة فيها مطاعم فيها مقاهي كاين مراحيات تانيت والداخل جاية مخدومة دي غيوم كما كاين طريق تاع البومبو طريق تاع الازهار طريق تاع اشجار الناخل بلا ما ننسوش اجارة التارزون اللي متلو فيها الفين تاع تارزون درجة الحرارة داخل الحديقة في الشتاء تكون من 15 درجة حتى 25 درجة وفي السيف توصل حتى ال 38 درجة كما قلت لكم لانشأها هو الاستعمال الفرنسي لنك اقيمت خلال فترة الاستعمال في 1832 اي بعد عامين من الاحتلال المساحة الحديقة 32 هكتار فيها تاني مدرسة تعليم زراعة الحدائق ومركز للاختبارات الأشجار اللي فيها العمر التاحة كتار من 150 سنة وفيها بزاف بزاف نباتات نادرة وفريدة من نوعها جيبينها ومشتها بلدان العالم ماشي غير من العفخيك من بين الأشجار اللي مزروعة التماء شجارة الناخل وشجارة الورد فيهم كتار من 30 متر ارتفاع تاحهم أشجار البيلسان أشجار البلميت شجارة الكافور نابات الخيزوران شجارة الجنكال معروفة بشجرة الذاكاء هي أحد الأشجار اللي تتحمل تقلبات المناخية القاسية وفي 1932 صور الفيلم الشاعر طارازان في هذه البلاسة شجرة طارازان اللي شاهدوا الفين فهذاك الوقت انبهروا من الجمال تا البلاسة هذه الحمى تقدروا تديروا فيها بيكنيك يعني نزعه ودخلوا معاكم الماكلة الماكلة ماشي ممنوع تدخل وشنوبرك خلوا المكان نظيف من فضلكم ونزيدوا هذه المعلومة الخبيرة الدولية في الحدائق النباتية مايتي ديلماس أكدت بأن حديقة الحمى تتوفر على جميع المعايير باش تصنف كحديقة عالمية وهذه الحديقة احتضانت اول مشتلة من تجارب النباتات المختلفة المستقدمة من خمس قارات وكانت فكرة انشائها من طرف الحاكم الاداري الفرنسي بيار جونتي بيس والجنرال أنتوان أديسا صمموا المكان باش تكون حديقة للتجارب العلمية ومختبر للبحث الزراعية وكي ما قلت لكم هذه الحديقة الحمى تحتوي على معايير اللي يخليها تصنف عالميا الوغة عالميا هي مصنفة كأجمل حديقة في المرتبة الخامسة نعمل ما هذه هي المعلومات اللي عندي لنقدر نقدمها لكم في هذا الفيديو نخليكم تكملوا تشوفوا جميع الطبيعة حديقة الحمى وقلوا لي في كومنتر إذا مالفين تروحوا لها بزف إذا هتكون بزف ما رحتوش لها إذا جام يروحتوا لها اللي جام يروح لها يقول لي أس كي أجباتوا واللي عندو بزف ما راحش يقول لي كي شا في الفيديو إذا تبدلت ولا ما زالها كي ما كانت بكري كي ما خلاها آخر مرة نتلقى ومشا الله في الفيديو الجاية هلا فيروحكم وكي ما قلت لكم كيتروحوا ديروا بيكنيك ولا ليزاني مو بلكوا على دراري صغار وخلوا البلاسان قياع سيهو بلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة